بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة أمه ده أول ما بمتدي يوم السبت ومتدي أسبوع جديد بيبقى حس كده بنسيم وبعبق كده وفرح لأن أنا أتكلم مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم أحبابنا اللي مقبلين على الزواج وكمان المتجاوزين اللي عايزين يعملوا نوع من أنواع التجديد الزواجي وإحنا من فترة وإحنا شغالين في حاجة مهمة جداً جداً هي مسألة التمهير الزواجي إذن نتكلم عن مهارات مهمة جداً في الجواسر كلمنا عن مهارة كانت مهارة أساسية وهي مهارة التأمين الزواجي وبعدين قعدنا نتكلم ونبقى أنا فترة نتكلم في مهارة الاهتمام الزواجي ليه نتكلم عن مهارة الاهتمام الزواجي بكل التفاصيل دي؟ لأن في الحقيقة تلت تربع الشكاوى اللي بتوصل لنا لأن الناس مش عايزين يتكلموا عن الأمان الزواجي لكن في الغالب يبقى التصريح بأن أنا محتاجة اهتمام زواجي وعشان كده قعدنا نمشي لغاية ما وصلنا إلى الكلام عن مهارة مهمة جداً جداً من مهارات التأمين الزواجي وهي مهارة إيه؟ مهارة الوقت جودة الوقت المخصص للبيت سواء جودة الوقت المخصص للبيت دوت يعني جودة الوقت المخصص للبيت ما بين شركاء الحياة النهاردة الموضوع دوت وإن كان الناس مش متصورين أن ليه كل هذه الأهمية لكن احنا بنتكلم عن بعض نشوف الأهمية دي إيه؟ لما جاء أذكركم ووحد فينا سأل نفسه هل أهل بيته بيحبوا رجوعوا للبيت ولا لأ؟ وهل جربت تركز وإنت راجع في البيت بتشوف رد فعل زوجتك وأولادك؟ طب هل ركزت أنت بتتصرف إزاي لما ترجع للبيت؟ هل بتدخل وتقول أنا راجع تعبان ومش عايز حد يكلمني؟ واحد يقول لي ما احنا كلنا بنقول كده آه بس ده معناه حاجات احنا محتاجين نتنقش فيها احنا كلنا عارفين أن ظروف الحياة بتخلينا بنحاول نشتغل أكتر وده طبعا بيخلي الوقت اللي بنخصصه للبيت يقل بس أكيد الشغل هو وسيلة عشان البيت يبقى سعيد الشغل مش غاية الشغل وسيلة عشان البيت فيبقى مين الغاية؟ البيت سعادة البيت هي الغاية بتاعت الحياة بتاعتنا يبقى توفرنا فقط البيت مسئولية كبيرة على الزوج صح وبيكون عامل أساسي في شعور زوجته بالأمان معاه لكن للأسف رجالة كتيرة بيفكروا أن الانفاق على البيت هو الدور الأساسي والوحيد ليهم في الحياة الزوجية سواء في الحياة الزوجية مع زوجاتهم أو مع أولادهم لكن ده مش حقيقي زوجتك صحيح محتاجة منك تكون سند ليها وصديق بس سند ليها وصديق مش بها تسيب الفلوس لا لازم سند وصديق ليها يفهمها ويحتويها وكمان تشعر معاه بالأمان بمجرد ما يدخل من البيت والأمان مفهومه أكبر بكتير من الأمان المادي وأيضا الزوج بيحتاج يشعر أن زوجته كمان أقرب حد لي يقدر يكلمه وتفهمه وتنصحه لأنها أكتر حد عارفه أنا أظن أن السيدة مسلمة لما نصحت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما حصل اللي حصل ورسول الله سلم كان عايز يرجع بالقوم ما يروحوش لأن منعتهم قريش أن هم يروحوا يعتمروا كأنه ممكن نوصل لحيطة سد وممكن يحصل مجزرة لكن ستنا مسلمة كانت فهمة حضرة النبي بفكر إزاي أنه ما أخير بين أمراين إلا اخترى إيسرهما فأشارت عليه أنه يذبح ويحل فإذا رأوا منه الجد فعلوا مثل ما فعل لأنه يفهمها طب إيه اللي ممكن يخلينا نوصل للقدر ده من الفهم والأرب أنا ليه اخترت ستنا مسلمة لأنها محدش يجي يقول لنا والله دي بيوحة إليها لا دي أمي مؤمنين وعمرت كده لأنها فهمة حضرة النبي من أكتر الحاجات اللي بتخلينا نفهم من بعض جودة الوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض وإزاي نعرف الوقت الأفضل عشان نقضيه مع بعض ده سؤال مهم الوقت اللي بنكون فيه محتاجين لبعض هو ده من أفضل الأوقات اللي ممكن نفيها زي وقت التعب الزوجة بتحتاج حد يساندها الناس بتحتاج لراحة في أوقات الراحة في أوقات اسمها أوقات الراحة بس كمان بتروح تنام في الأوقات وبتهرب لي النوم وبتهرب للراحة في الأوقات اللي مهم محتاجين في مساندة فالشخص قد يكون محتاج وقت خاص به لما يكون عنده أزمة ما تخلوهش يهرب للنوم لا هو محتاج وقت مخصص لي يبقى كده نعرف أن أوقات المخصصة مش بس أوقات بنحددها في اليوم ده ممكن تكون أوقات مخصصة لما الشريك الحياة يكون محتاج لها يعني إيه؟ يعني زي ما إيه ده عائشة كانت محتاجة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى طول حضرت النبي قال لها بل أنا ورأساه يا عائشة يعني إيه أعمل وقت خاص لشريك حياتي؟ أول حاجة أنه يكون الوقت اللي فيه ممكن أقدر أخليهم يحسوا بالقيمة الإضافية في حياته أحسسهم أني بضيف لحياتهم قيمة مش ممكن تكون من غيري هو مش وقت في الحقيقة في اليوم بخصصهم الساعة 8 كل يوم ولا الساعة 5 كل يوم ده لو ما فيش غاية من وراء ممكن أخصصه من اليوم بس لازم يكون وراء هدف يعني حتى لو أخصص يوم وقت في اليوم أخصصه بس يكون ليه هدف لو أنا قاعد مش بتكلم في أوقات المشاكل مش بيكون في أوقات الرخاء لو أنا ممكن أقعد ما أتكلمش لما يكون في مشاكل بيننا لكن في أوقات الرخاء وأوقات المحبة وأوقات القرب من بعض ما ينفعش أعود ما تكلمش لازم نخصص وقت نعمل فيه قيمة إضافية إيه أكتر قيم إضافية ممكن تخلي الوقت اللي أعوده مع زوجتي أو أعوده مع زوجي يبقى وقت فعلا خاص بي يحس إنه وقت خاص بي لما يكون فيه واحدة من السبعة قيم اللي أنا أولادي لما الوقت يكون فيه مسندة لما يكون محتاج المسندة لما الوقت يكون فيه احتواء لما هي وهو يكون محتاجين الاحتواء لما الوقت يبقى فيه طبطبة لما الوقت يكون فيه تخفيف للهم والتعب لما الوقت يكون فيه استبشار لما الوقت يكون فيه مرح وكسر الروتين لما الوقت يكون فيه كسر الروتين والرتابة لما الوقت يكون فيه مشاركة نقول السبعة تاني السبعة حاجات دولة مهمين جدا لما ينفعش ان انت وقاعد مع شريك حياتك او انت قاعد مع زوجتك ما يكونش فيه ده يبقى الوقت يبقى فيه ايه؟ مسندة فيه احتواء فيه طبطبة فيه تخفيف الهم والتعب فيه استبشار فيه مرح وكسر الروتين وفيه ومشاركة شوف السيدة خديجة الكبرى عليها السلام عملت ايه مع حضرة النبي سندت حضرة النبي وقالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا يا سلام مسندة هو جاي دثروني دثروني زملوني زملوني وقت خاص ايه بقى افضل وقت عشان نعمل فيه كده لو حد تتعبان في غير وقت الراحة يعني لو حد جاي ودهو تمشي الوقت اللي بيرتاح فيه وهو عايز يروح ينام اعرف انهو محتاج يبقى هو عرف انهو محتاج وقت خاص فيه ففيه اوقات استثنائية مع الاوقات السبتة والمخصصة وده يستحسن الاوقات المخصصة السبتة يستحسن الاوقات المخصصة والسبتة ما تطلش عشان ايه اللي حاصل لو طالت مش هتستمر يعني لو كل يوم بنقعد وقت مخصص انا بنصح انهو ما يزيدش عن نص ساعة وبيكون ده بالاتفاق سواء عايزين نسبته الساعة تمانية الساعة سبعة الساعة عشرة او نخليه متغير وممكن يكون بعد العشاء وبعد المسالسة بعد العشاء بعد ما نتعشى وبعد المسالسة ما يكونش هو احنا مشغولين في حاجة نعمل حاجة مع بعض ما فيش مانع ان احنا في الوقت المخصص لا نعمل حاجة مع بعض بس واحنا مع بعض اهم الاشياء اللي لازم نراعيها في الوقت المخصص ده شوية مهارات مهارات اسمها عجيبة اسمها مهارة الحضور انت وقاعد مع زوجتك وانت قاعدة مع زوجك تبقي حضرة حضرة يعني ايه مركزة على مهتمية على امتبع الكلام وبيتكلمه هزت الرأس اللي بتعني ان انت فيه تواصل وكمان فيه مهارات تواصل مهمة تكون في الوقت ده كمان اللي زي مهارات التواصل البصري الاي two i contact التواصل بالعين حاجة مهمة جدا الانصات مهارة ثالثة كمان مهمة جدا جدا التفاعل الكلام الحركي ان انا وهو بيتكلم لبان تعبيرات على وشي في الوقت ده ده نص ساعة مش هتكون اكتر الحالة كمان تكون الحالة اللي موجودين احنا فيها نبقى قريبين من بعض مش واحد قاعد على الكورسي بتاع الامتريدة واحد قاعد على الكورسي بتاع الامتريدة السيدة عائشة بتقول إيه عن رسول الله عليه وسلم وحتى حضرت النبي يقول فإن الوحي اللي نزلوا علي إلا وأنا في حجرها والسيدة عائشة تقول ما انتقل رسول الله إلا وهو بين صدري ونحري نبقى وريبين من بعض يبقى الجلوس مع بعض لازم يكون في هذا المعنى ولازم يبقى في موضوع نتكلم فيه مهما كان الموضوع ده صغير يبقى إحنا لما نجتمع بهذه الطريقة ممكن نوصل لنتيجة إن الوقت المخصص ده يبقى وقت حقيقي ممكن نوصل به إيه اللي ممكن نعمله بقى عشان الوقت المخصص ده يبقى وقت لطيف هنقول شوية إجراءات بسيطة كده مع كل اللي احنا قلناه وده مهم جدا جدا كل اللي احنا قلناه ده دي أدوات على استراتيجيات على أصول على قواعد عشان الوقت المخصص ده يبقى مليان بركة ونور ووصل ومحبة ويبقى الكأس مهيأ عشان ربنا سبحانه تعالى ينزلنا فيه المدد أول حاجة عشان نتكلم في الوقت المخصص ده لازم نعود مع بعض جلسة ونتفق فيها على الوقت ده ونتفق عن نتكلم فيه إيه الأمر التاني بقى عشان الوقت المخصص ده لازم اعمل تمهيد ايه التمهيد؟ الحاجة التانية تقل رجوعك للبيت يعني انت وراجع جيب حاجات تفرح أهل البيت مهما كانت صغيرة زي ما كنا زمان بنرجع ومعنا البطيخة بنرجع ومعنا حاجة تخلي أهل البيت يحسوا برجوعنا وبأهميته عشان ده يبقى تمهيد ان القاعدة بتاعتنا الخاصة هتكون قاعدة لها فرحتها لما بطلنا نعمل الكلام ده ما بقاش حد عايز يقعد مع التاني ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لي السيد ده عائشة اللي بتحبه ويخليها تشوف اللي بتحبه عشان لما يعودوا يعودوا هم مفسوطين مع بعضهم مرتاحين الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها كمان ان كل يوم نخصص نص ساعة لزوجتي وأولادي ولزوجي والأولادي عشان نعرف ايه اول عنصر لازم يكون في القاعدة دي ان احنا نعرف اخبار بعض وبلاش ندخل في تفاصيل الاخبار لكن نعرف اخبار بعض ونقول لبعض كلام يحمس كل واحد فينا ان هو عمل حاجة كويسة وان هو كمان هيبقى الواضع هيكون احسن كده هيخلينا متعلقين بالقاعدة دي ويبقى القاعدة دي هي النسمة كثيري الحياة اللي احنا بنعيشه الأمر التالت خدينا كمان نعمل قاعدة كل اسبوع نبتكر فيها نشاط نعمله مع بعض ويقربنا من بعض زي راية كتاب ونقول رأينا فيه زي ان احنا نخرج لمكان ونتكلم فيه في الموضوع ده او نعمل اكلة بنشارك فيها كلنا ونأكلها مع بعض يا سلام بقى لو ان احنا نكمل ده ويبقى عندنا مجلس اسبوعي للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة شيء من سرته او قراءة حديث من احاديث رسول الله لو عملنا الحاجات دي هيبقى الوقت المخصص في البيت ده وقت كله مليان نور وبركة وسعة وانقرب من بعض لان الحقيقة ان المجلس ده هيبقى مجلس ذكر هيبقى مجلس محبة هو مجلس عبارة عن كأس الله ناظر فيه دينا وبيصبنا شراب المودة والرحمة الوقت المخصص ده بتبقى هيبة من الله سبحانه وتعالى تعالوا بقى نروح الى شيء تاني جسر بيبقى بيمد المجلسنا مع بعض وصفحتنا على فيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي احنا بنتدقى عليها اسئلتكم المباركة وتفضل فتح لنا باب من النور والبركة والفضل والنعمة ونبتدي مع اول سؤال مع الاستاذ بهاء استاذ بهاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ بهاء اتفضل والله حضرتك انا يعني متزوج من 18 سنة لسه يعني لسه متجاوز لسه متجاوز عم ناول يعني 18 سنة والله ما ولاد لسه يا سيد الحمد لله عبد العالم حضرتك انا مشكلتي بس عندي بالنسبة لزوجتي سوء الظن يعني دايما بتحكم على الاشياء من كتر المشاكل اللي احنا عايشينها وزماننا بالنسبة للمشاكل الاخلاقية كترة نوعا فهي واخد دايما بتاخد الامور بسوق ظن فعملتني مشاكل وصرتني لمرحلة الانتصال عنها يا سعد يعني هي بتسوق فيك الظن في علاقتك بالجنس الاخر في كل حاجة كل حاجة كل تصرف بعمله في حياتي دايما بتحكم عليها بسوق ظن رقم ان هي ما معهاش دليل واحد يعني طب هي انتو مع بعض ولا والله منفصل عني بقالها حوالي 9 سهور وسايباني وسايبق أولادي اه لكن المنفصلة يعني هي في بيت وانت في بيت لكن انتو لسه أزواج والله ورفعت قضية خلق كمان يعني اه طيب اقول لحضرتك حاجة في مسألة الشك دي مسألة الشك دي في الغالب احنا عندنا ونوعين من الشك اما الشك اللي محتاج تدخل طبي اللي هو الشك اللي بيكون عبارة عن وسواس قهري مثلا او يكون الشك ده اتنوع من انواع الاترابات بسبب امراض اخرى اما اذا ما وصلناش لده يبقى احنا عندنا شيء بيحرك الشك ده يعني بكلمة على حضرتك بيبقى فيه في بعض الاحيان الرجال اللي بيعملوا حاجات هم عارفين ان زوجتهم بتشك فيحاول يربيها فيعمل حاجات يخليها يزداد شكها باعتبار ان هي لو وصلت الى حفة الهوية هترجع ومتشكش تاني او ان هو يبين لها ان شكها دوت مش في محله وهو مش مهتم بيه الست بتشك في زوجها او تعبر عن شكها شكها في زوجها لان هي عندها فقد في الامان يعني لو هو ركش شوية وحاول يحسسها بالامان هي شكها يقل مثلا لو هو بيهتم بنفسه جدا جدا وهو برا البيت وبيهتم ان هو هي بتكون عارفة ان هو بيبقى مرح برا البيت وهي شايفة طول الوقت ان هو ما بين اصدقائه وما بين الناس اللي هو في وسطهم بيبقى شخص متقلق ولما يرجع البيت يطفي هي لابد ان هي تشك ليه طيب لان البيت المفروض مصدر سعادة بالنسبة لي فاذا كان هو متقلق ومنور برا هو هيجي يقول لي ما هي اللي بتطفيني لا الاساس ان انت لو عايز تقضي على مسألة الشك ده انت لازم تبقى متقلق في البيت متقلق فهي تحس كده ايه ده هو مبسوط في البيت ليه فلو قلت له انا مبسوط لان انت معايا انا مبسوط لان انت نور حياتي انا مبسوط لان انت موجودة في حياتي هي مع الوقت هتبتدي تقول اه انا مصدر سعادة لي وانا مش خايفة من اللي برا يهد اللي جوه يبقى ايزا ادفع بالتي هي احسن زي ما نطق الوحي الكريم ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه وليه حميم احنا الرجالة في بعض الاحيان بنقول هي مسؤولة بقى عن شكها لا دي مراتي دي حبيبتي دي لحم وعرضي مش هسبها الشك يأكل فيها انا لازم اكون عونا لها على نفسها الامارة بالسوق مش ان هي اه هي بتشك وهي غلطانة وخلاص انا عامل ايه تلت تربع لجال يقولك اعمل ايه اغير نمط حياتي وماله لما تغير نمط حياتي كان اقسف يعني هو ده يضر مش دي اللي ابقى لك ولا نمط حياتك هو اهم عندك منها غير يا سيدي غير يا سيدي بعض الحاجات اللي انت بيها تحسن عشرتها وعشرهن بالمعروف وفي حاجة في مشكلة ان انت تغير حاجة عشان العشرة بالمعروف ايه المشكلة يعني ايه المشكلة ان انت تحسسها ان هي اولى اولوياتك والله ما يحصل حاجة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وهو حضرة النبي وحواليه سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا ابو طلحة وسيدنا سعد بن عبادة وسيدنا زايد وسيدنا والحب كل الناس اللي بيحبوه فلما يسألوا من احبوا الناس اليك يقول عائشة واضح جدا جدا ان حضرة النبي بيفهم السيدة عائشة ان هي اولى اولوياته ورسمنا لنا خطة دي فلو عملت دي مش هتخسر حاجة والله ما هتخسر اي حاجة فانا رأي ان في جزء عليها هي ان هي مش هي اللي اتصلت بها مش هقدر اولهولا لكن هقدر اقول لك الكلام اللي انا قلته لحضرتك ده فانت حاول تكلمها وتحسسها بان ثم التغيير هيحصل في حياتكم واذا ما كنتوش قادرين ده اتفضلوا على مركز الارشاد الزواجي في طريق فتاق المساعدة ونتكلم ونتكلم لان فيه كلام كتير المفروض نقوله معايا مين استاذة مونة تتفضل هاي وسلام عليكم عليكم استاذة مونة تفضلي حذرك انا متجاوزة من عشر سنين وزوجي بيديني مصروف البيت بيقول لي انتي مسؤولة وتصرف فيه دايما انتي عايزة ما تستأذنش مني في حاجة بس لما باجي مثلا بحوش شوية او في حاجات بتفضل مني باشيلها بحس ان انا يعني دمير بيقنبني هاي المفروض ان انا اقوله ده مشكلة عند حضرتك مشكلة تتعلق بي شوية وسواس وشوية جلد للذات هو مفروض كنت بشتغل وقال لي ما تشتغليش لا ما عليش خلينا سيبك دلوقتي من ان مفروض كان ايه بتعملي عبادة ليه طيب لاني زوجك اسمعت عادي اسمعيني ولا لا حسي ان انتي بتعملي عبادة يعني ايه بتعملي عبادة اللي انتي بتعملي ده عبادة عند الله سبحانه وتعالى وبتعملي سنة ان الرسول اللي كان اتدخل قوته سنته خلاص انت لسه معايا صح انا معايا فلوس قلت ايه شي لا عايزت قولي له قولي له عايزت فجئيه في لحظة من اللحظات ويحس باني الله اكبر على الست هو دايما لما بيسأل ما احتاج في وقته معين بيلاقي معايا فلوس لكن وبيعمل ايه بيبقى مبسوط ولا بيبقى مدائق بيبقى مبسوط جدا طبعا الله يسمحك بس ما بحاوش انا بقولك الله يسمحك طيب سؤال تاني معايا الله يسمحك في ايه في ان انت بتعملي حاجة تأذيك لو سمحت بطلي جلد لذاتك خلاص وسقي في نفسك شوية طيب يا فاندم في حاجة تانية بقى بسرعة بس عشان معايا طيب طيب انا بحب يعني اطلع اكل مثلا اطلع حاجة لله اطلع طيب هو في العادي لو طلعت من الفلوس اللي هي بتاعت البيت دي حلال برضا من وراء يعني اهو ما فيش وراء ده الراجل ازلك ازلك هو ازلي بس مثلا خلاص لا هيبقى حلال هيبقى حلال ومش حرام ولا حاجة يا ست مونة وبطلي جلدك لذاتك هو الراجل ازلك لانه واثق فيك واثق ان انت بنت ناس وعندك اخلاق وعندك ديانة فعيش دينك السهل اللي يفتح عليك يا ابواب محبة ربنا ويخليك دايما انت وبيتك في بركة ونور وهو تفسدي على بيتك البركة اللي هو ربنا فتح عليك فاصل ونرجع تاني نتلقى اسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم مباركة ومعانا لأستاذة عيدة أستاذة عيدة أهلا وسهلا ألو أهو أستاذة عاهد بعد إذن حضرتك يعني يعني أتمنى على حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون ألو اتفضلي يا أستاذة عيدة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي والنبي الشيخ أنا هسألك ثلاثة أسئلة اتفضلي الحج متوفي الله يرحمه أديله أديله 29 يوم النهاردة بس أنت بتؤكد حاج عيدة أن أنت وطيت التلفزيون أهو وطيت طي هو على درجة واحد بس عشان أسمع الشيخ يقول ليه طيب أنا الشيخ أقوما أنت سمعني في التلفون ما هو ممكن حضرتك توطيه خالص ماشي ماشي ف ماشي وطيته ماشي فأنا معي سبع بنات وولد مشاء الله هو كان سيب مبلغ مع بنقته شايله في البلد قبل ما يموت إيش بسبوع جاب يعني السابق الثلاثين ألف جاب منه خمس ثلاث نصرف والخمسة وعشرين وفضلت فأقول لي حاج دي الفيز دي لشياله مع بنقته قل لدي الساعدة به في جواز محمود هو أنت في حد جنبك يا حاجة بتوطي صوتك ممكن تعلي صوتك عشان أسمعك نه طي فهو سيب ثلاثين ألف جاب خمس ثلاث وبعدين أيوة اتفضلي بقى آه عليه الصلاة وأسكى السلام دولة لمين قال دولة الجواز محمود سعدي بيهم يعني سؤالي وداك الثلاثين ألف قال لك خوضي خمس ثلاث استحسابه احنا نبسينه عطاهم لي بنقته عطاهم لي طيب جبناهم وإنهم لما جينا أنا محايا سبع بنات قال وهي اللوصية دي بتاعته إنه هو دول لابنه البنات فيه علي أنا وزر إن البنات تاخد فيهم ولا حاجة معلش دلوقت يا ودك الثلاثين ألف وقال لك دولة لجواز مين ابني كويس يعني الفلوس دي عنشلها لجواز ابني خلاص يبقى هو ده تحطيتها لهذا الغرض طيب هل أنا دلوقت إخواته بيقولوا إحنا ممكن ناخد فيها كويس قلت لهم دي وسيطة ابوكو إنها نساعد بها أخوكم طيب هو قال إيه بقى قال إن الفلوس دي بعد ما موت تبقى لابني محمود عشان نتجاوز بيها طيب هم مش مصدقين الكلام ده لا هم مصدقين واجتنع بس أنا بس أعلى حضرتك أنا عليها وزر ما أنا بسألك عشان أقولك إن ما أنا بسألك عشان أقولك فيه إحنا لازم يعني نفكر بالوزر بسألك هو دلوقت هم مصدقين إن أخوهم حط 25 ألف دول عشان جواز ابنه طيب يبقى هو إداهم لمحمود بقى عشان يتجاوز بيهم عشان يكمل عليهم فهما مصدقين دلوقت إنه هو إدا الفلوس لمحمود يتجاوز بيهم كويس خلاص دل الفلوس ده واتصرف فيها في حال حياته دي ما تبقاش تركة دي بس لو هم مصدقين هم هم ممكن يقولك لا ده قال لي لما بعد ما موت إديهم لمحمود يتجاوز بيهم وهو قال إيه دولة فلوس محمود يتجاوز بيهم صح قال دولة شليهم إديهم لمحمود يكمل علي جواز بعد ما موت ولا دلوقتي أي بعد ما موت يتجاوز اسمعي دلوقتي محمود بيتجاوز ولا لا لسه ده لسه فهو ما اددهم لمحمود ولا قلكش لهم وبعض ما موت بيديهم اددهم لبنوخته في البلد وبنوخته وإحنا جايين ادهم لي وقال دولة يا مرات خالي خالي سايبهم دول وجال دول لمحمود يساعدوه في جوازه خلاص يبقى يدهم لمحمود يساعدوه في جوازه وهو عايش وهو عايش حالي الحياة لأنه تصرف ودى الفلوس لمحمود في حالي الحياة مش بعد الموت لو بعد الموت هيبقى لو نسب الفلوس دي إنه دول محمود بعد ما موت هيبقى دوات وصية ويبقى نتصرف في حدود التلت من التركة لو قارد ديها المحمود فأصبح ابن أختك ده اصبح او ابن أخوه ده أصبح عبارة عن ايه عن شخص وكيل يوصل الفلوس لمحمود وهو تصرف فيه في حال الحياة ومدام هم موافقيني بخلاص هذه الفلوس لأنه ممكن يكون هم مش رفضين الكلام ده تقولوا الكلام ده ما حصلش لا كده فلوس دي تبقى بتاعة محمود خلاص معنا الحاجة مبلال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحاجة مبلال الفضل نعم وفضل الحمد لله دايما يا رب أنا في ديئة بالله عليك يا شخص ربنا يفرج عننا كلنا وما أبدا ما يحصلش ديئة ولا كرب أبدا أنا في ديئة أخصر شائتي يا شخنا بالله عليك إيه أخصر شائتي بالله عليك مستامع يا حاجة مبلال بعد إذنك أخصر شائتي بالله عليك يا شخنا محتاجة مساعدة بالله عليك طيب خلينا بس نسيب رقمها في كنترول ونشوف إذا قدرنا نساعدك على دماغنا من فوق يا حاجة مبلال معنا مين أستاذ سعاد تتفضل أيها السلام عليكم يا شخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت أنا ابني عايش في أمريكا ربنا يا خلولك بيسأل حضرتك هو عبده طبعا المكافأة اللي بياخدها بعد المعاش طيب فسأل واحد في أمريكا قال له لازم تطلع عليها زكا يطلع زكا عليها وهو مش موجودة معاه سياخدها اللي بعد المعاش هو مين اللي بيقوله كده بيسيخ يناك في أمريكا عنده ممكن يرد عليه ممكن يرأيه يا ماما فبيقول لي اسألي الشيخ سفيها يقولك إيه يعني ولا حاجة هو مش هياخد الفلوس دي اللي بعد ما يطلعها المعاش حاضر حاضر بص يا سيتي دي اسمها دي بيبقى فيه سنديق وفيه تأمينات فالسنديق والتأمينات دي بتعطي بعض الأموال اللي بشكل تكافلي للي بيخرجه على المعاش أو ان هو يكون بيأمن على نفسه وبياخد الفلوس ديت وبيحطها حصيدة الفلوس دي ما بيطلعش عليها زكاة لي سبب واحد بس لأنه هو لغاية دلوقتي الفلوس دي لا يملكها جزء من إخراج الزكاة إنه هو يملكها هو لما بيدفع الفلوس في مسألة التأمين هو ليس لغاية دلوقتي موجودة هناك موجودة ساعتها لما هيقبضها يبقى يمر عليها حول وساعتها يطلع عليها الزكاة بعد ما يحول عليها الحول السيد ممبرهيم تتفضل حاجة ممبرهيم عليكم سلامة حضركات وتفضلي لو سمحت ممكن أسأل سؤال تفضلي بص حضرتك أنا تعرضت الموقف كده من فترة إن أنا اتهمت بالسرقة وأنا مظلومة في المشور دوت أنا هحكي لحضرتك لمشور دوت وبالله عليك ترد علي أرد عليك في إيه؟ في إن أنت مظلومة وإن أنت سرقتي أنا مظلومة وأنا عارفة مين اللي سرق طب أقول لك حاجة ما قصد أنت لو حكيتيلي أنا مش عقدة أحقق أنت بينك وبين نفسك عارفة أن أنت مظلومة أيوة فأنت عندك ثلاث حقوق لما تكون مظلومة تمام أنت كشخص مظلومة عندك ثلاث حقوق حق الأولاني حق الدفاع عن النفس أنا عايز أقول للي هي تسرق منها الحاجة يعني مش أنا اللي سرقت منك وأنا عارفة فلينها هل ده ينفع؟ وإن أنا كده أقول أنا ضرورة يعني وردت لي هي سرقت في المشور ده أستاذ المبراهيم أقول لك أهو أنت ليكي حق أن أنت تدافع عن نفسك لكن ملكيش حق تتهمي غيرك وإنت ما تعرف ما عندكيش أدل يعني ما ينفعش دايما نقول للناس كده أنت ليك حق تقول أنا ما سرقتش ويبقى المسألة كلها هات لي دليل إن أنا سرقت لكن مش من حقي إن أنا أتهم حد تاني وأنا ما عنديش أدلة يا جماعة البراءة ما لهاش دعوة باتهام الآخرين البراءة أنا بريء ما سرقتش هو لما يكون سازج ويسأل لي طب مين اللي سرق؟ أنا مش بالضرورة أكون أعارف مين اللي سرق فلازم نتعود دايما في ثقافتنا وفي حياتنا إن احنا ما نرميش الناس بالباطل حتى لو إن أنا عندي شبه أن فلان اللي سرق أنا ما شفتش الدليل في السرق اللي أنا أشوف وأنا ما شفتش إلا إذا شفت اللي سرق فأقول إن فلان ده اللي سرق وبيتهمني أنا لأنه ساعتها بيرمي التهمة علي لكن ما ينفعش إن أنا وانا ما عنديش دليل الدليل عندي إن أنا شوف لكن أنا أدفع التهمة عن نفسي وأقول إن أنا ما سرقتش بأول حق لي إن أنا أدفع عن نفسي تاني حق لي أنا أنا عندي حق إيه حق ده إن أنا كمان أرفع قضية على الشخص اللي بيتهمني لإن أنا شريف وإيه اللي حاصل ومش بس أدفع عن نفسي وأدفع التهمة لا ليه حق كمان عني على من اتهمني الحاجة التالتة اللي بنحق فيها إن أنا أدعي على ظلمني فأنا في الحقيقة أنشغل بحقوقي مش أنشغل باتهم الآخرين أنا برأتي مش هتزهر لإن أنا باتهم الآخرين طب نفرض إن الشخص ده ما تدعش باتهم أنا كده بأكد التهمة عن نفسي أنا كل جهدي في إن أنا أدفع التهمة عن نفسي مش أتهم حد تاني فأرجو إن أنا يكون وضحت لك المسألة أستاذة منال تتفضل السلام عليكم تفضل يا أستاذ منال والله يبحبك في الله يا شخ جامد ومتابعك قنواتك والله يبارك في حضرتك يا رب ربنا يديك الصحة بس بالله عليك يا أمي الشيخ عايزك بص يعني تفيدني جدا 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 لإن أنا هاخد كلامك قرار بص أنا معي زوجي أنا متجوزة ليه 15 سنة طيب بقى هو بيشرب حشيش ويعني هو على طول يعني أحيانا بيأثر في طلبات البيت هو ليه الدين المصروف وملوش دعوة أولي الكتير أولي الكتير ملوش دعوة آآ يعني إيه آآ عايز حاجات تانية عليه الفلوس مش مكفيني ملكيش دعوة هو دوت وانت مش نفسك يعني هو بيديكي فلوس معلش عشان الصوت مش واضح أول أنا ماشي على ظروفه طيب هو بيديكي فلوس كتير ماشية أولي المشية طيب يعني هو بيديكي فلوس وانت تصرافي نفسك مرسوف على قد يعني هو مسك شوية على قد اليد آآ انت بقى أنا مستمع حضرتك ما أنا بقول لحضرتك هو بيديكي فلوس أيو وانت تصرافي نفسك كده سمعني أيوة سمع حضرتك كده طيب تفضلي طيب أنا ماشي نفسي كتير أوليلا ماشي نفسك طيب فين السؤال يا أستاذ منال ماشي هو ملوش دعوة كافت طيب يبدو يا أستاذ زمانان أن أنت معلش ممكن توطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت أنا موطيه خالص والله يا عم الشيخ سمعني أيوة سمع حضرتك عنوطي التلفزيون وتسمعيني من التلفون لو تكرمت ماشي أنا كده موطيه خالص عشان كده بقينا أن يسمعوا مع بعض كويس اتفضلي فأنت بتقولي أن هو بيديك فلوس وانت تصرافي نفسك كتير أوليلا هو ما يلزموش حاجة ملوش دعوة كافت ما كافتش ملوش دعوة طيب فين السؤال يا أستاذ زمانان السؤال بقى يا عم الشيخ أن هو دلوقتي بيتعطى حشيش ماشي أنا كل ما جاء كلمه أقوله لا دوت غلط ودوت ما ينفعش وأنا معنش المصروف مكفيني يعني أنا بأخذ مصروف قليل جدا جدا يعني ممكن مجي نفي اليوم وكل حاجة عالية عايزين زيت عايزين ده عايزين ده طيب فين سؤالك بقى طيب هو دلوقتي بيشرب حشيش ياخد بياخده وينزل بيه مثلا سجورة لإصحابه طيب السؤال بقى يا أستاذة منال هل السؤال بتاعك وحلال إن هو يشرب حشيش ويضيع علي أيها هو السؤال كده طيب خلينا جاوبك بقى خلينا جاوبك أستاذ منال ما فيش حد يقول إن الحشيش حلال الحشيش حرام والحشيش مؤذي والحشيش مضر وكل الأوهام اللي عند الناس فيما يتعلق بالحشيش لإن الناس مستسلع الحشيش وبتشربه لكن يعني الناس بترتكب حرام وكل المخدرات كده يعني المخدرات كلها كده فالحشيش يا جماعة مخدر الحشيش مخدر كل الأشياء دي مليانة ضرر على الناس كل المخدرات دي بتوصل الناس إلى حد الهلاك حتى الحاجة اللي احنا ذكرناها دي أسرع حاجة بتفسد الحياة وإحنا في الحقيقة لما منحاولش نقولي الكلام ده عشان احنا مش عايزين الناس تعتد على هذه الألفاز اللي هي في الحقيقة بتدمر حياته والمخدرات اللي بتدمر حياته فلازم نكون منتبهين إن دا حرام لأنه مدمر ومحدش يبقى عنده أي حاجات تتعلق بأي نوع من أنواع المخدرات كلها مخدرات وكلها مدمرة يبقى لازم نفهم ده هل حلال إن هو يعمل كده لا دا حرام ومن الكبائر لأنه إذا كان بيمنع أهل بيته ويروح يعمل الكلام ده فمن الكبائر لأنه بيضيع من يعول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلام حضرة النبي إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وعشان كده لازم نفهم إن دا حرام وإن أنت مش بتعمل الكلام ده وإنت بتتصرف في مالك وإنت حر وإنت راجل عارف توزع مالك لا الأساس إن أنت تنفق على أولادك بما يكفيهم مش تجعلهم أسارة للزتك ولشهوتك والمزاجك دولة بن أدمين لو حد فيهم انحرف هيكون انحرف بسبب مزاجك ده مزاجك اللي هو في الحقيقة ممكن يدخلك فيه فرأيت من اتخذ إله وهو هو لازم ترجع عنده وبسرعة وتدرك أولادك قبل ما حياتهم تتضمر أستاذة غادة تتفضل أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا شيخ؟ أهلا وسلام بحضرك يا أستاذة غادة أهلا بك أنا عندي مشكلة أنا متجوزة بالي 20 سنة ممكن تعالي صوتك يا أستاذة غادة شوية تمام كده تمام؟ آه كده تمام أنا متجوزة بالي 20 سنة طيب تمام آه طبعا جوزي كانت عنده خلافات مع ألي ليه خلافات الجواز ليه بتاعت الأيمة والعفش والمين يجيب ومن علي ومن مش علي كلام ده كله تمام بعد الجواز آه هو خزن كل الكلام ده يعني هو خزن عنده كل الحاجات بتاعت المشاكل بتاعت قبل الجواز مع أول مشكلة بينه وبين بابايا قطيحهم ومنحهم يجو عندي ومنعني أروح عنده طيب وليه ليه مناعهم يجي عندك ومنعك تروح عندهم عشان خلاص هم كده بأم بالنسباله مشكلة كبيرة وهم خراب للبيت وخراب لنا وخراب لحياتنا ليه بيتدخلوا في البيت بيتدخلوا في حياتكم عمر ما حد تدخل في حياتنا هم لو عمل كده ليه يعني هم يعني إذا كان هم حمامة سلام يعني هم بالنسباله آه مش جايين على عوالي أصدق أنه هو بينتقم بينتقم من موقفهم ساعة الجواز آه هو مش من موقفهم هو بابا والله الله يرحمه كان غالبان جدا طيب بس هو دلوقتي أنت بتقولي أنه عشان الأيمة والحاجات دي آه الحاجات ما كانتش على هواء آه ما كانتش على هواء وانتظر أول موقف منهم وبعدين رح أاخد موقف وقال لا دع يخربوا البيت وكأنه بينتقم للموقف السابق في مسألة الإيه أيوة حضرتك بالضبط كده عايز بسؤالك إيه بقى سؤالك إيه طيب طيب وقال هو عايز يقطعني بقى هو والدي توفى بقى له حدنا السيني والدتك موجودة؟ والدتي موجودة وأخواتي موجودين هو قطعني من أخواتي خالص وهو منع أي حد يتصل بيها في البيت طيب وانا بتصل بيهم من وراه طيب خلينا أكلمه خلينا أكلمه أستاذة غادة لا أستاذ العزيز يا زوج الأستاذة غادة اللي انت بتعمله ده حرام لا يجوز ان انت تمنع امرأة من سلة ترحمها لا يجوز ان انت تمنعها من ان هي تزور أمها وكمان لا يجوز ان انت كمان تمنعها من زارة إخواتها صحيح المدة اللي يجوز لك ان هي تزور إخواتها ممكن تكون أطول من المدة اللي بتزور فيها أمها لكن انت ما يحقش لك ان انت تعمل ده لان في الحقيقة الشرع الشريف أمرنا بسلة الأرحام ألا يكفيكي أن أصل الله سبحانه وتعالى يخاطب الرحم فقل لا ألا يكفيكي أن أصل من وصلكي وأنا أقطع من قطعكي فأنت مش من حقك ان انت تمنعها من زارة أهله صحيح المدة ممكن تكون أسبوع ممكن تكون شهر بالنسبة لأمهم ممكن تكون أطول من كده شوية بالنسبة لأخواتها لكن انت مش من حقك ان انت تمنعها خالص عطي قبل ربنا ازاي وهي أصلا بتتصب بأهلها من وراك وخلي بالك ان أقرب طريق لقلبي مراتك يا أهلها فاللي انت بتعمله ده مش هيكبرك في عينها واللي انت بتعمله ده هيكويها حتى لو ان هم بيسببوا لكم مشاكل عدوا مع بعض واتفقوا ازاي تجنبوا الأهل من انهم يتدخلوا في بيتك لكن عشرين سنة يا راجل وبعدين ترجع بعد عشر سنين وبعد كده ترجع تاني واضح ان انت محتاج ان انت محتاج خبير يستطيع ان هو يخليك تطلع تنفس الوجع والديء اللي عندك في قلبك انا ممكن اكون مقدر ان انت موجوع لكن مش مقدر ان انت مش متزن في هذا التصرف اللي يمنع واحدة من زيارة أهلها وخاصة أمها أو أخوتها ده تصرف غير متزن إلا اذا كان الناس دي ممكن زيارتهم تكيب خطر على البيت أما وانهم لا بيتجروا في شيء ولا هم كمان سمعتهم ببطالة ولا انهم بيعملوا حاجة سيئة زي عمالة الأطفال لو رب يرحلهم مش من حقك ان انت تعمل ده واتق الله في بيتك واتق الله في أولادك انت بتقطع أولادك من جزرهم لازم الناس دولة يبقى لهم جدور عشان لما يطلعوا يطلعوا أطفال أسوياء ويطلعوا أبناء أسوياء يا سادة شوية رحمة بالله عليكم شوية رحمة وديروا علاقتكم بشكل صحيح اللي مش عارف يدير علاقته بأهل زوجته يسأل الخبر وعا نقوله يديرها ازاي بس هو أنا آسف جدا خلينا أقول لكم عبارة اللي بيفسط علاقة زوجته وبيمنع زوجته من ان هي تعيش وتبقى لي علاقة بأهلها هو بيبتأ في كتابة أول سطور لي فساد العلاقة بينه وبين زوجته وكذلك الزوج يا رب جعلنا دايما من أهل الرشد ومن أهل الحكمة وما تجريش علينا يا رب إن واحد فينا عشان نواجع نفسه أو الأنا يهد مستقبل بيته ويهد مستقبل أولاده أولادنا قلوبهم ما بتحتملش التناقضات اللي عندنا فبالله عليكم استروا تناقضاتكم بالاتزان أعظم سطر ممكن تستر به تناقضك وأن أنت ترجع للاتزان الاتزان حلو أقول لكم حاجة الاتزان من الإيمان فاطلبوا الاتزان عشان تروا جمال الرحمن سبحانه وتعالى يا رب ورفقنا دايما وجعلنا من أهل الاتزان وتلطف علينا يا رب بالمدد وجعلنا دايما محل نظرك بالراحة وبالبركة وبالعطف واللطف والحنان يا رحمن يا أكرم الأكرم اشتركوا في القناة